ولفتت الأنظار هذه الكلمات الصادرة من قبل دولة باتشلي زعيم حزب الحركة القومية التي أشار فيها إلى أنه من الضروري أن يتم تعديل الدستور من جديد حتى يتم التمديد لرئيس أردوغان لولاية جديدة لأننا سنشهد في الأيام القادمة بإذن الرحمن انخفاض في معدلات التضخم نهاية لصفحة الإرهاب ومع الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل المولى عز وجل في عهد رئيس أردوغان لماذا لا نمدد له من جديد؟ لماذا لا نجعل هناك حالة من حالات الاستقرار في الدولة التركية كانت هذه تصريحات دولة باتشلي وكانت لافتة وأفرحت أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا كان هناك محاولات من قبل البعض لعمل تفرقة ولعمل فتنة بين دولة باتشلي وأردوغان حينما تحدثوا عن أن هناك خلافات في السر وليست في العلن بين أردوغان ودولة باتشلي لكن دولة باتشلي حينما وجه له سؤالا من قبل إحدى الصحفيات التركيات في أحد المؤتمرات عن هذا الأمر قالت له هل هناك خلاف بينك وبين الرئيس أردوغان؟ رد عليها بحدة وبحسم وحزم قائلا إذا لم تلتزموا بمعايير مهنة الصحافة وبمبادئ الإعلام فعليكم أن تتخلوا عن هذه المهنة وتتركوها في إشارة إلى أنه من الضروري أن يتحل الإعلامي والصحفي بأخلاقيات المهنة وأن لا يعمل على نشر الكراهية أو التفرقة بين صفوف المجتمع الواحد رد عليها بهذه الإجابة وتركها وغادر المكان في إشارة إلى أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الخلافات في إطار هذه الشائعات التي يرددها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لضرب الوحدة الوطنية التركية خاصة نحن نرى النجاحات الهائلة التي حققها تحالف الشعب والمنضم تحته حزب العدالة والتنمية الأكبرتي وحزب الحركة القومية المهيبي حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردغان وحزب المهيبي وحزب الحركة القومية بقيادة دولة باتشلي